هل بتملك النقابة هو اللي حصل قوة قانونية أو مركز قانوني خليها تبقى هي صاحبة بلاغ هقول لي سعدتك حاجة أولا السب والقصف بيبقى موجه لعدد من الفنانين تمام فلما بيقول كل الفنانين كذا فمن حق أي فنان يتقد على مستوى الشخص على مستوى الشخص طب أنا محامي شخصي لدكتور أشرف زكي وممثل للنقابة يعني بصفة من حق النقابة أنها تقدم ولو استدعى الأمر بعد كده أنه ممثل يجي يسأل لأنه الجريمة مباشرة في حقه بيجي مفيش فنان بيقدر يتأخر لكن القانون بيدي الحق للنقابة عملنا الموضوع ده في أكتر من قضية قبل كده يعني كان فيه قضية سنة 2009 وتحبس الناس الأساء والفنانين كبار بس مش عايزين نكرر أسماء دلوقتي كانت النقابة هي اللي تخدمت بالبلاغ لكن سؤل الفنانين التلاتة اللي كان السب والقسف موجه لأشخاصهم واتحبس الأشخاص الأساء يعني قبل كده ده كان ممكن يكتب في صحيفة أو بالطرق الأديمة المعتادة لكن سنة 2009 لاينا ما كانش اليوتيوب موجود صحينا الصبح لاينا صفحة رئيسية بيقولك القبض على فلان وفلان في معرفة شيئا ده في جورنان تقليدي ده قبل انتشار الوسائل قبل الانترنت الانترنت وكل الوسائل الالكترونية الحديثة قال نفس العقوبة دي بتوجه لمستخدمين الانترنت نفس العقوبة بالإضافة لعقوبات يعني مستحدثة بتضاف للعقوبات اللي في قانون العقوبات الأصل فلازل في عقوبة قانون العقوبات والعقوبات المستحدثة وفقا للوسائل الالكترونية الحديثة يعني لو حد كتب حاجة على الفيسبوك لو حد كتب حاجة أو على التويتو لو حد بس فيديو بيعاقب طب الكتابة العادية أيها طبعا إذا كانت تحتوي على سب وقسف حد مثلا كتب بقى حد كتب شريف كذا وكذا 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 من حق الأستاذ شريف يروح مباحث تكنولوجيا المعلومات ويحرر محضر ومباحث تكنولوجيا المعلومات وده بيكيف قانون سب وقسف سب وقسف طبعا وإزعاج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو هو مثلا عنده حساب من اتنين تلاتة ما عندهوش الحساب ده مش منتشر ده واحد كتب كده هو بيشوفه عشرة خمسة شريف وما ده موصل للأستاذ شريف يبقى بقى فيه علنية يبقى الأستاذ شريف أضير من هذا الناشط في سكرة العلنية طبعا يبقى أضير كل الفنانين كذا كل الفنانين كذا هنا بقى ده من حق النقابة أنها تتصاب النقابة احنا تقدمنا بالبلاغ تمام إنما كل الفنانين معنا ما فيش فنان نقوله تعالى من فضلك هنروح النيابة ما هيتأخر